بسم الله والصلاة والسلام على رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواصل شرح مقرر كيميا عضوية واحد وسنمر إلى الجزء الثامن حيث سنقوم بشرح كيفية البحث عن درجة عدم التشبع داخل المراكب العضوي المراكب العضوي المشبع هو المراكب الذي لديه أقصى عدد من الضرات الهيدروجين أي لديه سيغة العامة CNH2N مع أثنين وينتبق ذلك على الألكانات ذا سلسلة كربونية مفتوحة إذن الألكانات ذا سلسلة كربونية مفتوحة هي الوحيدة التي تعتبر المراكبات المشبعة هنا أما بالنسبة لباقي المراكبات إن كانت حلقية أو تحتوي على روابط باي فهي مراكبات غير مشبعة وبالتالي إذن يجب البحث عن درجة عدم التشبع لهذه المراكبات إذن المراكب الغير مشبع هي التي تحتوي على رابطة باي أو أكثر من رابطة باي وكذلك تحتوي في نفس الوقت على حلقة أو أكثر من حلقة تمثل الرابطة باي درجة عدم التشبع واحد والمعلومة الثانية هنا أنه درجة عدم التشبع كذلك للحلقة تساوي واحد انتلاقا إذن من هاتين المعلومتين يمكن إذن البحث عن درجة عدم التشبع لهذه المراكبات العضوية أمامنا مثلا المراكب العضوي الأول هنا كما تلاحظون يحتوي على رابطة باي ويحتوي على رابطة سيجما هنا إذن رابطة باي إذن فبالتالي درجة عدم التشبع لهذا المراكب هو اثنين كذلك المراكب العضوي الثاني هنا إذن يحتوي على رابطة باي فقط إذن درجة عدم التشبع واحد المراكب العضوي الثالث كما تلاحظون يحتوي على رابطة باي في الرابطة الثلاثية ورابطة باي داخل الرابطة الثنائية هنا فبالتالي إذن يحتوي على درجة عدم التشبع تساوي ثلاثة أما بالنسبة للمراكب رقم أربعة تلاحظون هنا يحتوي على حلقة وبالتالي درجة عدم التشبع واحد وكذلك رابطة باي هنا إذن المجموع هو درجة عدم التشبع 2 بالنسبة لهذا المراكب الأخير هنا تلاحظون ثلاثة روابط pi في نواة البنزين وكذلك الحلقة إذن المجموع هنا 4 السؤال هنا هو كيف يتم حساب درجة عدم التشبع انطلاقا من السيغة الجزائية للمراكب العضوي التي يمكن أن نكتبها بهذا الشكل إذن CX HY OZ NT باعتبار أن درجة عدم التشبع انطلاقا من السيغة الجزائية هامة جدا بحيث تعطينا معلومة هامة حول احتمالية الهيكل البنائي السطحي المراكب يعني خلال رسم المراكب انطلاقا من السيغة الجزائية هل هذا الرسم سيحتوي على حلقات أو روابط pi وكذلك كم الرابط pi كل هذه المعلومات يمكن الإجابة عليها انطلاقا من درجة عدم التشبع إذن كيف يتم حساب درجة عدم التشبع انطلاق من السيغة الجزائية العملية تتمثل قبل كل شيء في حساب عدد ذرات رباعية التكاف يعني الذرات التي تقوم بأربع روابط داخل المراكب العضوي وهذا العنصر يتركز بالأساس على عنصر الكاربون فبالتالي إذن حساب عدد الكاربون ثم يتم حذف عدد ذرات أحادية التكافؤ الذرات أحادية التكافؤ في المراكب العضوي تتركز بالأساس على عنصر الهيدروجين وكذلك الهالوجينات المتمثلة هنا في الفلور، كلور، بروم، وليوت وتقسم إذن عدد ذرات أحادية التكافؤ على اثنين يتم قسمتها على اثنين ثم يضاف إليها عدد ذرات ثلاثية التكافؤ بالنسبة للعنصر الأكثر يعني شيوعا في المراكب العضوي على الإطلاق ويحتوي على ثلاث روابط هو عنصر النيتروجين هنا إذن عدد النيتروجين هنا عدد النيتروجين لا ننسى هنا قلنا عدد الهيدروجين بالنسبة لهنا عدد الهيدروجين ومع الهالوجينات إذن قلنا هنا عدد ذرات الثلاثية التكافؤ إذن تقسم على اثنين هنا نتكلم على النيتروجين ثم يضاف في آخر المعادلة واحد إذن يمكن كتابة إذن هذه المعادلة بهذا الشكل إذن بتوحيد المقام هنا على اثنين يصبح لدينا إذن اثنين ضارب عدد الكاربون يحذف منه عدد الهيدروجين ويحذف منه كذلك عدد الهالوجين يضاف إليه عدد النيتروجين ويضاف عليه اثنين تقسم على اثنين إذن هذه هي المعادلة التي تمكن من البحث على درجة عدم التشبع ترجمة نانسي قنقر